انطلقت القمة الثامنة والثلاثون لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في الكويت على وقع الأحداث في اليمن التي اشتعلت باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أثناء توجهه إلى مصطط رأسه في صنحان جنوب صنعاء في كلمته الافتتاحية أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء على ضرورة استمرار عقاد مجلس التعاون الخليجي رغم أي خلاف ينشب بين دوله وأثناء أمير الكويت على جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن وطالب جماعة الحوثي بالامتثال للقرارات الدولية وقال أمير الكويت إن مجلس التعاون مر خلال الستة أشهر الماضية بأحداث مؤلمة وتطورات سلبية وذكر أن مجلس التعاون حقق الكثير من الإنجازات على مدى ثلاث عقود ولكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلا معلدا ضرورة التوصل إلى وضع آلية للتعامل مع النزاعات تكفل احترام النظام الأساسي لمجلس التعاون وأعلن الشيخ صباح الأحمد الصباح أن إيران تخالف قواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مشيرا إلى أن المنطقة لن تشهد استقرارا في ظل هذه السياسات وعقب أمير الكويت تحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وقال إن دول المجلس تسعى لتحقيق مزيد من التواصل والترابط بين دول مجلس التعاون ثم أعلن أمير الكويت أن الجلسة ستصبح مغلق وانطلقت الثلاثاء أعمال قمة مجلس التعاون الخريجي رقم 38 في الكويت وذلك بعد يوم من اختيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب صنعا ويترأس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وفد بلاده في القمة الخليجية الثامنة والثلاثين المنعقدة في الكويت وعرض التلفزيون الكويتي الرسمي لقطات لوزير الخارجية السعودي مع أمير الكويت في قاعة بمطار الكويت كما يرأس وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور جرقاش وفد الإمارات إلى القمة